عبر الهاتف تنظم معنا قائدة مدرسة المية وعشرين برجيت التركي أهلا وسهلا فيك يا سيدة برجيت أهلا وسهلا فيك حبيبي نورتين أستاذة برجيت كنت أتكلم عن طبور الصباحي واختلافه عبر الأزمنة والعصور واختلاف الأجيال أيضا بحكم أنت ما شاء الله ما زلت على رأس العمل وقائدة مدرسة إيش أهمية الطبور الصباحي؟ كم مدته؟ إيش الأشياء اللي بتصير في الطبور الصباحي الصبح؟ طبعا بداية سنة أسم بسم الله والسعين بالله ووصل لي وأسلم مع رسول الله على الأفضل الصلاة وأسمى التسليم أرحب بك حبيبيتي وبجميع ضيوفك وأرحب بالمشاهدين الكرام بالنسبة للطبور الصباحي هو بدايات اليوم الدراسي والبدايات إذا كان لها جمال خاص فهذا شي طبيعي بنعكس على باقي اليوم الدراسي يعني يمكن هو بطابر الصباحي نقول شي روتيني من قديم موجود من بدايات السعليم لكن لابد من تفعيله بأسلوب مشوّط ومحبّط للطلب يعني طبعا بنبدأ في آيات ذكرى الحكيم طبعا بداية طبعا كلام الله يطلع إذا كان بصوت جميل سبحان الله يبعد في النقطة الطمأنينة والهدود يجب بعد كده در النشيد الوطني طبعا هنا النشيد الوطني لابد أنه يعزز فيه روح الانتماء للوطن يعني هنا طبعا أقترحت علينا أحد المعلمات معلمات علم المشرعية أنه يكون يلقى بصورة محبّبة كيف يعني أو بصورة مختلفة فكان مثلا عملنا طابور صباحي عملنا مسابقة لأجمل نتيج وطني للفصل بين الفصول كانت طبعا فساجعنا بأنه أثمر حقيقة عن إنجازات جميلة جدا ما كان نتيجة هذه أبدا بل وصل إلى تمثيل أدوار وقاطع تمثيلية قصيرة تحكي مواقف لمؤسسة الدولة الملك عبدالعزيز رحمه الله عند ترحيد المملكة أو بعض العروضة الجميلة كانت بالفعل رسالة جميلة وهادفة طبعا نقدر حب الوطن هذا هو المطلوب يا أستاذة برجت لما نتكلم عن قيم المواطن وكيف نعزز هذا الموضوع في أطفالنا من هم صغار ويكبروا عليها لكن أنا أسفق قاطعتك كنت حابة أستفسر وأسأل عن بعض أولياء الأمور اللي حاولوا أنهم يخلوا عيالهم يتأخروا ويفوتهم طابورة الصباح بحكم أو العذر يكون الجو بارد إيش ممكن تنصحهم وتقولي لهم كيف ممكن لا مفروض أنه يجوا طابورة الصباح وإيش أشي يفضلهم هم يسووها طبعا أو بداية أجدارة المدرسة لابد أنها تراعي المكان الطابورة الصباحي يعني أنا مستحيل في البرد نجعل طالباتنا يصفوا الطابور في الساحة الخارجية صحيح فإذا كان عرفت الأب أنه الطابور حيكون لابنه أو ابنته في الساحة الداخلية فالموضع خلاص سليم ما في أي مانع فحيكون كل فقرات الطابور الصباحي تتلقى بصورة سليمة ومحببة للصالب هذه ما فيها إشكالية أبدا طبعا إذا إضافة النطابور الصباحي لابد تكون مشوك يعني بعض النصيد الوطني أو الفقرات الالتسرطي فيها الفقرات توعوية تزرع قيم مبيلة في نصوص الطالبات وبأسلوب محبط أسلوب مسرحيات مساحب تمثيلية قصيرة حتى المتابقات تكون حركية يعني مثلا على سبيل المثال ممكن أسئلة تضعيها في مكان معينة أو تكون معينة ويلا طالبات تختار مثلا تروح تجيب الإجابة من مكان معين تلاقي فيها أنشطة حركية خلال الطابور في كل مكان خرج عن الوضع المقلوب الطابور الصباحي كل ما تحمثت للطالبة وشافت النوبلة شيء محبب وهو بداية جميلة يجب أن يوم التراس فيه إضافة أن الأشياء التي تعملين الإعلان المسابقات الإعلان عن الأنشطة الفعاليات كلمات توعوية كلها تكون في الطابور الصباحي هو الوقت الذي تجتمع في كل أسرة المدركية خلال هذا الطابور الحمد لله نحن لاحظنا أن طابورنا جسم جميل بفضل الله سبحانه وتعالى ثم طبعا نجهوز طريق العمل الموجود معنا نعم أستاذة برجت نسألك عن الأجواء الآن أجواء برد خصوصا فترة الصباح هل ممكن تلغون الطابور الصباحي حتى للأنشطة الصباحية ممكن تلغى الفترة هذه أنا يمكن قلت ويليم الكلاب في إجابتي أن المدارس الحكومية أو المدارس حتى الأهلية فيها ساحة داخلية وخارجية فوقت البرد يكون الطابور في داخل المدركة هذا أبدا ما نعمل الطابور لأنه صراحة جزئية هو يمكن ربع ساعة لكن هذه الربع ساعة هي بتحكم على كل باقي اليوم الدراسي إما بطاقة إيجابية واسلوب محبط أو ممكن شيء يعني طاقة تلبية يعني في الطابور بيكون في التكريم وأهم شيء تكريم الطالبة على كل شيء أي مجهور تعمله أي عطاء تعمله أي عمل لابد أنه بيكون في تكريم في هذا الطابور فيعدل الطالبة حضورها يعني تحرص لاقي يتوق اليوم دور مين تكريم مين يعني جدا الحمد لله عملية تحرص أنها تكون متواجدة يعني قائدة الثانوية 120 برجت التركي أنا أشكر لك هذه المداخلة أعطيك ألف عافية وشكرا على جهودك متواصلة في الطابور الصباحي وفي تربية الأجيال بشكل عام